محور المقاومة إلى محور الدفاع عن المصالح الإيرانية في كل مكان عندما تشتغل الشعارات لتحقيق الغايات على حساب الأوطان لتنفيذ أجندات طهران استهداف أرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في مختلف المدن العراقية تحقيقاً للمصالح الإيرانية وانتهاكاً للسيادة العراقية وقتلاً للعراقيين وضياعاً لفرص عمل تجنبهم الفقرة والرازية محافظ الديوانية يقول استهداف أرتال دعم التحالف يطال أبناءنا أنهم يتركون الأرتال الأمريكية ويستهدفون الشاحنات العراقية ليس هناك مقاومة تستهدف أبناء بلدها نطق بالحق وإن كانت هناك شبهات تشوف أداءه في إدارة المحافظة لكنه وضع الإصبع على الجرح اللجنة الأمنية العليا في الديوانية كشفت عن أسباب استشهاد منتسب وإصابة آخر أثناء عملية تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق الدولي ضمن حدود المحافظة ومعدة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي المتجه للتحالف الدولي ليس الأمر متوقفا على أرتال التحالف الدولي لكن هناك الصواريخ الموجهة للبعثات الدبلوماسية والقواعد الأمريكية الخسائر دائما عراقية مواطنون أبرياء بيوتهم بنا تحتية وفرص استثمارية بلد آمن كلها دمرتها العبوات والصواريخ الولائية قوات التحالف الدولي والقواعد الأمريكية باقية لديهم مع الحكومة اتفاقية لكن عملاء الولاية الإيرانية ينفذون الأوامر الطهرانية العراق ومصالحه بالنسبة لهم فرصة لسرقات وفتح الحمامات الدموية وأرض خلقت للمقابر الجماعية ثورة الجنوب على صداها في الموصل وكردستان قبلتها هدية أيقنت جميع أن العراق يراد أن يكون لطهران حديقة خلفية متناسينة أن الغيرة العراقية قريبا تقتلع العملاء وتدمر المصالح الولائية إنه العراق من علم البشرية أن الحياة بعز أشرف من التباعية